موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس والابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 3 يونت 7 الدرس الثالث أنوان الدرس At the airport في المطار مولد بصفحة 94 من كتاب الطالب صفحة 92 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمى استاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس والابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجناع الفيسبوك لستاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 94 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة At the airport في المطار Listen and point استمع وأشر هنا أنا أدنى عائلة ذهب في سفرة ودارت بيناتهم محادثة يطلب من أني أن أستمع لهذه المحادثة بين أفراد هذه العائلة وأأشر أأشر على المكان اللي دي تحدثون من خلاله عندي بالصورة الأولى هنا أنا أمام هذه الشاشة الكبيرة اللي هي مواعيد الرحلات وبالصورة الثانية أمام هذا الرجل أو الشرطي اللي يفتش الجنط قبل أن يذهبون أو يركبون الطائرة إذن يطلب من عندي أن نستمع للمقطع الصوتي وأأشر بالصور على المكان اللي يتحدثون بي إذن نستمع للمقطع الصوتي وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط That's our flight to Egypt When do we go? This big black bag is very heavy It weighs 30 kilograms Who's big black bag is this? It's mine The red bag is mine Mine is green My teddy's bag is blue and white إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وأشرنا على الصور بالمكان اللي يتحدثون بي مثل ما طلب من عندي بعدها مكتوب read and match the sentences Write the numbers اقرأ اقرأ ذن الجمل وطابق الجمل مع الصور من طين مربعات اكتب بيها رقم الجملة طابق هذه الجمل بالصور Write the numbers اكتب رقام الجمل في المكان المناسب إلها شون يعني؟ مثلا number one That's our flight to Egypt هذه رحلتنا إلى مصر يهل اللي يتحدث بهذن الصورتين هذه الجملة هنا إذا انتبهتوا للمقطع الصوتي أن الأب بيأشر على الشاشة يقول That's our flight to Egypt هذه رحلتنا إلى مصر إذن الجملة الأولى يقولها الأب فأخليها بهذا المربع أقول رقم واحد الجملة قالها الأب في الصورة الأولى number two When do we go متى سوف نذهب من اللي قال هذه الجملة إذا انتبهتوا بمقطع الصوتي أن الطفلة هي اللي قالت قالت متى سوف نذهب إذن أخلي رقم الجملة في هذا المكان number three Whose big black bag is this لمن هذه الحقيبة السوداء الكبيرة من اللي قالها قالها هذا الرجل الشرطي This big black bag is very heavy هذه الحقيبة السوداء الكبيرة جدا ثقيلة It weighs 30 kg إنها تزن حوالي 30 kg لمن هذه الحقيبة إذن أخلي رقم الثلاثة اللي هو رقم الجملة في هذا المربع number four رابعا It's mine إنها لي من اللي قال هاي الجملة هذه محلولة إن الأم هي اللي قالتها قات هذه هي حقيبتي number five The red bag is mine الحقيبة الحمراء لي من اللي قال هذه الجملة اللي قالتها هي هاي البنت اللي لاحظة إنها تتأشر على الحقيبة الحمراء فأخلي رقم الخمسة اللي هو رقم الجملة أمام هذه الصورة number six Mine is green حقيبتي خضراء ياهل اللي دا يتحدث الولد اللي يتحدث هي أشر على الحقيبة الخضراء يقول حقيبتي هي الخضراء number seven my teddy's bag is blue and white حقيبة الدب خاصتي هي زرقاء وبيضاء من اللي يتحدث اللي يتحدث في هاي الطفلة لأننا نلاحظ إنها شايلة الدب اللي اسمها teddy bear dub teddy هذا ما يخص هذا النشاط لاحظنا إن النشاط سماعي وبعدها نقرأ الجمل ونوصلها بالصورة المناسبة إلها اللي منطنياهنا بكتاب الطالب هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد كمقدمة للدرس ننتقل للنشاط الآخر listen and say استمع وقل أو استمع وردد هنا أنا محادثة أو جمل يطلب من التنميذ أن يستمع للمقطع الصوتي ويحاول يردد وياه يردد وياه هذا الجمل اللي يقولها بالمقطع الصوتي إذن ما نستمع للمقطع الصوتي ونحاول نردد وياه بعدها لدينا موضوع جدا مهم عن صفات وضمائر التملك اللي هي my و mine your و yours إلى آخره رح نوضح إن شاء الله بعد المقطع الصوتي نستمع للمقطع الصوتي واشي track 101 unit 7 lesson 3 listen and say it's my bag it's mine it's your book it's yours it's her pencil case it's hers they are his pens they're his إذن بعد ما استمع للمقطع الصوتي فميصر أقول أنها أقول أما أقول it's mine أنها لي أو أقول it's my bag لاحظ أن يجو وراءها اسم أنها حقيبتي it's your book أنه كتابك هذه صفة تملك يجو وراءها اسم أما ضمير التملك it's yours أنه لك هذا ضمير تملك ما يجو وراء اسم يجي بنهاية الجملة it's her pencil case إنها حقيبة الأقلام خاصتها أو مالتها it's hers إنها لها they are his pens إنها أقلامه they are his إنها له هذه مجرد مقدمة لموضوع ضمير التملك وصفات التملك وإن شاء الله رح نشرحها بالدقائق القادمة ننتقل للنشاط الآخر ask and answer اسأل وأجب هنانا إذا تذكرون أخذنا بالوحدات الأولى السؤال عن ملكية الشخص لشيء معين باستخدام أداة السؤال whose ذكرنا بالوحدات الأولى أنه whose معناها لمن فإذا أقول مثلا whose teddy is this لمن هذا الدب الجواب يكون it's زائدا ضمير التملك أو صفة التملك فيقول it's hers أو it's her teddy إنه الدب خاصتها أو إنه لها أو أقول whose small blue bag is this لمن هذه الحقيبة الزرقاء الصغيرة فالجواب كذلك it's زادن الضمير فأقول it's his أو it's his bag إنها حقيبته هذا النشاط مجرد مراجعة للسؤال والجواب عن ملكية شخص لشيء معين أخذناها بدروس سابقة هنا ننتقل لملاحظات قواعدية مهمة جدا عن موضوع ضمار التملك وصفة التملك ونراجع الشرح المفصل لموضوع السؤال عن ملكية الشخص لشيء معين باستخدام لدات whose قلناما whose معناها لمن فنقول مثلا إذا نريد أن نسأل عن ملكية الشخص لشيء معين مثلا أقول whose pen is this لمن هذا القلم أو أقول whose books are these لمن هذه الكتب whose زادن الشيء اللي دي ملك الشخص زادن is أو are حسب الشيء اللي يملكه إذا كان مفرد who is وإذا كان جمع أقول are زادن this أو these this للمفرد و these للجمع فهنانا إذا أردأ جاوب على هذا السؤال فهناك طريقتين ننتبه أكون طريقتين إذا أردأ جاوب على هذا السؤال باستخدام أداة who الطريقة الأولى أما نستخدم صفات التملك شن صفات التملك هي my معناها لي your معناها لك his معناها له her معناها لها شون يعني مثلا نقول my pen قلمي أو your pen قلمك his pen قلمه her pen قلمها إلى آخره هذه الصفات التملك ننتبه ملاحظة مهمة جدا ننتبه إلى أمر مهم هنا وهو أن صفات التملك اللي هن ذني اللي أخذناها باللون الأحمر يأتي بعدها اسم دائما يجو وراها اسم فإذا أردنا أن نجيب على الأسئلة في بداية الملاحظات نقول إذا تجاو على هذا السؤال whose pen is this لمن هذا القلم أقول it's my pen إنه قلمي جاوبت باستخدام صفة التملك my أو whose books are these لمن هذه الكتب أقول they are my books إنها كتبي أو it's your pen إنه قلمك أو they are your books إنها كتبك إلى آخره دائما صفات التملك يجو وراها اسم نلاحظ أن البوكس والبن إن هن أسماء أجنب على صفات التملك زيان هذا الطريقة الأولى الطريقة الثانية نستخدم ضمار التملك ذن نيش أسميناها صفات التملك أذني ضمار التملك شن نذني ضمار التملك mine ذي شماي هذه mine mine معناها ملكي yours معناها ملكك his معناها ملكة وهز معناها ملكها ننتبه صفات التملك اللي أخذناها قبل دقيقة يجو وراها اسم أما ذنني ما يجو وراها اسم نلاحظ أن ضمار التملك لا يأتي بعدها اسم كما هو الحال في صفات التملك فإذا أردنا أن نجيب على الأسئلة في بداية الملاحظات باستخدام ضمار التملك نرجع على الأسئلة أقول who's pen is this لمن هذا القلم بس أرد جاو باستخدام ضمار التملك شا قول أقول it's mine إنه ملكي أو أقول they are mine إنها ملكي الكتب ملكي نلاحظ أن ما إجو وراها اسم مثل ما هو الحال بصفات التملك لن الملاحظات ننتبهن نحاول نكتبهم بالدفتر ونحفظهن على المواد نعرف شون جاو عنها بالامتحان زين أستاذ شون تجينا بالامتحان تجينا بأحدى هذه الصيغة الثلاثة مثلا يقول لي this book is فراغ hair no hairs هذه صفة التملك وهذه ضمير تملك شون اللي أستخدم هنا نلاحظ أن الفراغ يجي بالنهاية ما يجي بعد اسم يا هو اللي ما يجي بعد اسم صفات التملك لضمائر التملك ذكرنا أن ضمائر التملك اللي ما يجي وراها اسم فهننا نقول hairs ما نقول hair hair صفة التملك فأقول hairs number two this is فراغ pen my or mine شون الكلمة المناسبة مطين صفة التملك و ضمير تملك شون الكلمة المناسبة للفراغ لاحظنا أنه يجي بعد الفراغ اسم يا هل يجي وراها اسم ضمير التملك لو صفة التملك ذكرنا أن الصفة التملك هي اللي يجي وراها اسم فهي شنية مو mine أقول this is my pen هذا قلمي number three whose bag is this لمن هذه الحقيبة its فراغ your or yours لانا عدنا هم كذلك صفة التملك لو ضمير تملك لاحظنا فراغ جاب نهاية الجملة ما يجي بعد اسم فأخلي ضمير التملك اللي هو yours ما أخلي your اللي هو صفة التملك هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا نحاول قدر المستطاع نحفظ ضمار التملك وصفاء التملك اللي رح نسويهن على شكل جدول إن شاء الله بالدقاق القادمة عند حل كتاب النشاط نرجع إلى النشاط السابق يقول لي ask and answer اسأل واجب بعد ما عرفنا شون نسأل ونجاوب بس نقدر نصيغ سؤال ونجاوب عبارة عن محادثة من تلاميذ اثنيا مثلا تلميذ ياخذ كتاب أحد زملائه يرفع الكتاب يقول whose book is this لمن هذا الكتاب التلميذ الآخر يأشر على زميل اللي أخذ من أده الكتاب فش يقول له يقول له it's his أنه له هذا الكتاب لهذا الشخص وهكذا مع البقية مثلا ياخذ مجموعة أقلام يقول whose pens are these لمن هذه الأقلام فهنا التلميذ الآخر يجاوب يقول they are مثلا theirs إنها لهم وهكذا أبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنيا تلميذ يسأل باستخدام السؤال اللي أخذناه قبل دقائق وتلميذ يجاوب باستخدام ضمير التملك أو صفات التملك كما في الملاحظات اللي شرحناها ننتقل إلى كتاب النشاط look read and number the speech bubbles انظر انظر إلى هذه الصور read اقرأ ذني المحادثات and number the speech bubbles وحاول أن نترقمها أرقمها بمن باستخدام ذن الصور أشوف الجملة تناسب يا صورة من الصور أرقمها مثلا الجملة الأولى نقول لي well حسنا this doll isn't mine هذه اللعبة أو هذه الدمية ليست لي it's yours إنها لك which picture يا صورة أكيد الصورة الثالثة فأضع رقم ثلاثة this book isn't mine هذا الكتاب ليس لي it's yours إنه ملكك أو إنه لك فهي الصورة الرابعة that's my bag هذه حقيبتي it's mine إنها لي not yours وليست لك which picture يا صورة أكيد الصورة الثانية فأضع رقم ثلاثة this cd isn't yours هذا القرص ليس لنا dad يا أبي it's yours إنه ملكك يا صورة picture number five all this mass is yours كل هذه الفوضى هي فوضاكم أو ملككم please tidy it up رجاء رتبوها أو قوموا بحزمها which picture يا صورة أكيد الصورة الأولى that's much better هذا أفضل بكثير now الآن where's my glasses أين نظاراتي I can see them and I'm كنني رؤيتها your glasses are under the chair نظاراتك تحت الكرسي which picture يا صورة الصورة السادسة هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة القراءة يقرأ تلميذن الجمل ويحاول يوصلهن للصور اللي منطنياهن على التمرين غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى هذا النشاط مكتوب look انظر talking about whose things التحدث عن ملكية الأشخاص الأشياء مثل ما وضحنا whose bag is this هذا السؤال لمن هذه الحقيبة it's my bag إنها حقيبتي نلاحظ إنها صفة تملك إجابة بعدها اسم بينما ضمير التملك اللي هو mine حذف الاسم ما يصدر يجي وراء اسم يجيب نهاية الجملة it's mine إنها لي إلا أن يقول لي أقدر أجاوب أما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أجاوب على هذا السؤال it's my bag إنها حقيبتي or it's mine إنها لي هذا النشاط سرحنا بشكل مفصل قبل دقائق على شكل ملاحظات تقدروا أن تكتبوا بالدفتر وتحاولوا أن تحفظوها ننتقل إلى الأ 80B قلنا رح نسويها على شكل جدول هذا هو جدول اللي رح نسوي look at page 95 انظر إلى صفحة 95 of your pupils book من كتاب الطالب complete the table وأكمل الجدول it's my bag إنها حقيبتي it's فراغ الماء صف التملك شي قابلها من ضمار التملك قابلها mine it's mine لاحظت أن حذفت الاسم بعدما وضعت صف التملك it's your book إنه كتابك it's yours they are his pen إنها أقلامهم they are his إنها له إنها الأقلام له it's her pencil case إنها حقيبة الأقلام خاصتها it's hers إنها ملكها هذا الجدول my mine your yours his his والhair hers جدول للحفظ مهم جدا ليست تريدنا نحفظ هذا الجدول لأنه ممكن يجيك بالامتحان بسؤال لملابصيغة تالية مثلا يقول لي my يقابلها mine هاي الماي يقابلها mine الhair شي قابلها هذا الhair شي قابلها يقابلها hers لازم أن أحافظ ملاحن أو yours يقابلها your هاي اليورز يقابلها your زيان الhers شي قابلها فأنا لازم أعرف أن يقابلها ها هذا ما يخص هذا الجدول حاول قدر المستطاع حفظه أو من الممكن يجيب لي من الامتحان مثلا يقول لي it's فراغ bag my mine بما أن بها اسم فأخلي my لأنه نصبات التملك يأتي بعدها اسم ننتقل يا تمريسي look at your desk انظر إلى رحلتك and your partner's desk ورحلة زميلك ask and answer اسأل وعجب هنا أنا مثل اللعبة أو المحادثة بين تلاميذ اثنين اللي قاعدين برحلة واحدة تلميذ يسأل وتلميذ يجاوب مثلا تلميذ يسأل يأخذ قلم زميلة يقول له whose pencils are these لمن هذه الأقلام التلميذ الآخر بما أنه أخذه من عدة يقول له they are mine إنها ملكي تلميذ الآخر يقول له whose book is this لمن هذا الكتاب يأخذ كتاب زميلة أو يأخذ كتابه يقول له it's yours إنه كتابك وهكذا مجرد محادثة بين تلاميذ اثنين واحد يسأل باستخدام ذات السؤال whose اللي وضحناها شون نسأل بيها قبل دقائق والتلميذ الآخر يجاوب باستخدام أما ضمار التملك أو صفات التملك اللي شرحناها قبل دقائق وعملناها على شكل جدول هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا ببداية نشاط لعائلة ذاهبة في نزهة من طين صورتين استمعنا المقطع الصوتي الشرنوية طابقنا جمل بيها الصورة حسب المقطع الصوتي وبعدها أخذنا ضمار التملك وصفات التملك والسؤال عن ملكية الشخص لشيء معين باستخدام أداة السؤال هو وشون نقدر نجاوب عنها باستخدام ضمار التملك وصفات التملك وقلنا لنا الضمار وصفات التملك جدا مهمة أن نحفظ ملاها ومعانيها وأرفنا شون تجينا بالامتحان بسؤال القواعد أو بسؤال ملا اللي شرحناه قبل دقيقة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدمون تتواصلون مع الحسابات الموجودة أمانكم على الشاشة